انترو برنامج الاهل الليلة لكن محتاج ابدأ بالعديد من الاخبار الاخبار الرسمية اللي ظهرت النهاردة بعد اعداء فدريق نادي الاهل تدريبه الصباح النهاردة على ملعب مختار تيتش بي الجزيرة كان خلاص يعني هو التدريب الرئيسي والاساسي للفريق قبل السفر غدا بإذن الله الى السويس لمواجهة فريق بيت روجيت في الجولة التاسعة هي مباراة مؤجلة ان شاء الله تقام في استادي السويس يوم السبت في حدود الساعة الخامسة عصرا الخبر الاول الكابتن ساير عبدالحفيز اجتمع بمؤمن زكريا لتأجد عقده عبق كلال الفترة الحالية الكابتن ساير عبدالحفيز زيما عنده اجتماعات مستمرة مع عدد من اللاعبين ومع الجهاز الفني لكن ملف مؤمن زكريا تحديدا بالتأكيد محتاج يتحسم كلال الفترة القدم عشان يبقى عارف الفريق احتياجاته خلال شهر يناير مؤمن مكمل معاه يتم طبعا بالتأكيد استمراره مع الفريق هتبقى محتاجه بقى للقايمة الافريقية في شهر يناير ان شاء الله بعد ما تتخطى دوري الاثنين وثلاثين وتشوفي احتياجاتك الفنية كابتن سايد اجتمع مع مؤمن وفيه نقطة اتفاق هيصل لها ان شاء الله ويتم تحددها وتجديد التعاقد بإذن الله عقب مباراة بيترو جيت والخبر مفاده ومعناه مختوب لنفس الامر يمنطبق كمان على اللاعب اللي اعرب عن رهبته والاخر في الاستمرار بصفوف الفريق كابتن سايد بالحافيز اشار الان اقتقارف وجهات النظر بين اللاعب والنادي وهو ما يوضح ان تأديد عقد مؤمن مسألة وقت هي كانت مسألة وقت بس وعي سيتم وضع روتوشي النهائية للاتفاق عقب لقاء بيترو جيت خبر اخر متعلق بقى بملف الاصابات للأسف يعني لو استرجعت لعيب بتفقد لعيب ما عندكش فرصة انك قدر ان كان تلعب بقايمتك الكاملة في كل المباراة في التوقيت او في الفترة القادمة وده راجع لأسباب كتيرة جدا برضو عن السردة واحنا بنتكلم على مسألة القيد والموسم المتلاحم بعدد كتير جدا من المباراة وقيمة بقل لتقليص عدد لاعبيها ما تقدرش بالتأكيد تواجه بقى كم هذا المباراة في الفترة القادمة فبالتالي عمر السلية الحمد لله بيتخلص من الاصابة ويشارك في مران الاهلي الجماعي انتظم مع عمر السلية في لاعب النادي الاهلي في مران الفريق الجماعي النهاردة على ملعب التتش بي الجزيرة وتعافى من الاصابة الروباط الخارجي لمفصل الكاحل واللي تعرض لها في مباراة الترجي التنسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا خاض السلية برنامج تأهيل خلال الايام الماضية قبل ان يعلن جاهزيته بمشاركته في التدريبات الجماعية طبعا النهاردة ده اول تدريب جماعي للسلية مع فريق النادي الاهلي فطبعا مشاركته وامكانية تواجده في مباراة بترجيت يعني حتى هذه اللحظة طبعا لم يعلم بشكل رسمي بس لعيب غايب فترة طويلة جدا بالتأكيد من يوم تسعة نوفمبر هتبقى في صعوبة بعد حوالي واحد وعشرين يوم انه يتواجد في مباراة رسمية فغالبا بعد مباراة بترجيت هتتضح الامور كثيرا في عدد من اللاعبين وانا بتكلم برضو في مسألة الاصابات ازارو يعني الحمد لله ازارو اصبح جاهزا لمباراة بترجيت النهاردة دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكرة القدم قال ان وليد ازارو شارك بقوة في المران الجماعي بعد تعافي من تورم في وجه القدم اوضح ان اللاعب تمكن اخيرا من ارتداء حزاء القرى بعد تخلصه من ورم وجه القدم وبات لائقا من الناحية الطبية وليد ازارو من العناصر المفيدة جدا على الناحية الهجومية بالنسبة لفريق النادي الاهلي ووجوده يعني مهم جدا 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 في الفترة القادمة في ظل ان اصابة صلاح محسن كمان جات في توقيت حساس وتوقيت صعبة قوي احد اللاعبين اللي الاهلي كان هيدفع بهم بشكل اساسي ويكون في حال التدوير في عدد من اللاعبين بالذات في الخط الهجومي جات اصابة صلاح محسن لتوربك الحسابات مش في مباراة المولين بس لأ على المدى البعيد والاصابة للأسف ليست اصابة بسيطة او خفيفة يعني اصابة مز النهاردة يمكننا صلاح عمل اشعة والاشعة ازبادت ان تعرض لمز من الدرجة الثانية في العضلة الضمة ودي بتستدعي علاج وتأهيل لمدة خمسة اسابية يعني صلاح محسن حم نتكلم في فترة من حوالي شهر ونص إلى شهرين على ما يقدر يتواجد فيه تدريبات فريق النادي الاهلي وهنا انت بتتكلم في غياب لاعب بقى في مباراة حاسمة مباراة دوري مؤجلة مباراة سبع مباراة بواحد وعشرين نقطة تفرق معاك في ترتيب الجدول في الفترة القادمة مباراتين في دوري ابطال افريقيا تتأهل بإذن الله هيغيب كمان على المباراتين في الجولة الاولى والجولة الثانية في دور المجموعات اللي هيبقى الاحداث فيها متواصل الجولة الاولى اليوم 12 يناير والجولة التانية 19 يناير والنهاردة انت بتتكلم في 29 نوفمبر تتكلم في حدود حوالي من شهر ونصر شهرين فاللعيب هيرجع على اواخر شهر يناير اوائل فبراير فبالتالي الاهل هيفتقل صلاح محسن في توقيت حساس نتمنى يا رب الفترة القادمة يكون ازاره ومروان محسن على اهبة الاستعداد لخيادة خط الهجوم في النادي الاهلي الاهلي يدع برنامج تأهيلي لتجهيز صالح جمعة نهاردة اخيرا تواجد صالح جمعة لعب خط وسط فريق النادي الاهلي واللي كان معار في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية اجتمع مع الكابتن سيد عبدالحافيز خلال الساعات القليلة الماضية وبدأ خلاص النزول للتدريبات الجمعية مع الفريق الاول كلنا عارفين صالح جمعة مقيد على قائمة الانتظار في فريق النادي الاهلي بعد اعارة اللاعب في الدوري السعودي واصبح صالح جمعة ضمن اللاعبين المقيدين على قائمة الانتظار وننتظر شهر يناير موقف اللاعبين المقايدين على قيمة الانتظار وموقف صالح جمعة وده لا يتحدد بقى خلال الفترة القادمة من خلال رؤية فنية للجهاز الفني القادم بدأ اليوم صالح في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدا لتجهيزه للمرحلة القادمة التدريبات بدأت تدريبات بدنية في الجيم استعدادا للنزول لتدريبات الفردية والتدريبات الجمعية مع الفريق خلال الفترة القادمة كابتن سايد في اجتماعه مع صالح اتفق معه على تفاصيل المرحلة القادمة وهنا بالخط فيها عنوين كثيرة جدا اللي بتحتاج الى مجهود وعمل كبير منه الاستعادة لياقته البدنية والفنية مؤكدا وده نقطة مهمة جدا محتاجين احنا نشير اليها ان كابتن سايد قال ان اللاعب اظهر التزام كبيرا جدا في الجلسة وعلى الفور بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد له وصالح جمع خلال الايام الاخيرة في تصريحات خرجت لي بتنم على وعيه للمرحلة القادمة ودوره مع النادي الاهلي في المرحلة وما هو المطلوب من هو عدد الشخصي لتواجده في الفريق الاول في الفترة القادمة عدل مصطفى احد المدربين الصاعدين من قطاع الناشئين واللي ينضم للجهاز المعاون مع كابتن محمد يوسف بيقود النهاردة تدريبات خاصة لسناء الاهلي سناء الاهلي عمر جمال وعمر بركات وهما سناء ضمن المقايدين على قائمة الانتظار كان فيه تدريب خاص كده ليهم مع الكابتن عادل مصطفى فقرة خاصة بالتزديد على المرمى وذلك على هامش مران الفريق برضو الخماس اللي موجودين على قائمة الانتظار عشان الناس تبع عارفة المعلومة بنتكلم في صالح جمعة بنتكلم في عمر جمال بنتكلم في عمر بركات ايضا نرامي ربيعة جونيور اجايين خمسة على انتظار اكيد في شهر يناير عنشوف الاطرحات المتعلقة بقائمة الانتظار مين منهم اللي هيكون موجود في قائمة الفريق الاول ودي تفصيلة نشرحها وطلقوا فيها كلام مهم جدا فيما يتعلق بالفترة القادمة وتأثير قرارات الاتحاد القرى على قوائم الاندية اللي اتخذ فيه الفترة الماضية ومدى تأثيره على الاهل حتى فيه بطلات افريقيا والمرحلة القادمة بالنسبة للنادي الاهلي نهاردة كان فيه مران زي ما قلنا لكم صباحا لو زي ما انتم شايفين على ملعب مختار تيتش بالجزيرة المران الجماعي وشوفنا جونيور اجايين فيه تدريبات خفيفة كده بالجري حول الملعب خلاص يعني جونيور اجايين داخل في المرحلة الاخيرة من التدريب التأهيلي والجاهزية للمران الجماعي بإذن الله تدريبات خفيفة كده بالقرى على هامش المران الجماعي كابتن طريع عبدالعزيز اخصي التأهيل بالفريق قام بمتابعة تدريبات اجايين خلال خوض بعض الوحدات التدريبية التأهيلية التي تأتي في ختم برنامج التأهيلي للتعافي من الاصابة تعرض اجايين لاصابة بقطع في الروباط الداخلي للرجبة في مباراة توينشب اللي اقيمت في شهر السبعة الماضي كانت في مباراة الجولة الرابعة من منافسات دوري ابطال افريقيا وكان من المقرر عودة اغايين اتقال مدة زمنية في حدود حوالي اربعة شهور نتيجة القطع اللي تعرض له في الروباط الداخلي في الرجبة فبالتالي خلاص داخل في المرحلة الاخيرة وحسب تصريحات دكتور خالد محمود اللي قال على اول ديسمبر بإذن الله هيكون جونيور اجايي جاهز بشكل كبير جدا ان شاء الله للانضمام للتدريبات الجمعية احد اللعيبة اللي افتقدها الاهلي بشكل كبير للأسف في الفترة الاخيرة مران خفيف للأساسيين في مراني الاهلي ضغط مباريات متتالف في التوقيت الحالي ثلاث ايام على كل مباراة 72 ساعة فبالتالي ما فيش وقت للاستشفى او حتى تعمل تدريبات خططية وتدريبات فنية فالنهاردة التدريبات كانت متعلقة بمران خفيف للمجموعة اللعبين الاساسيين اللي لعبوا مباراة المقاولون العرب عشان تقدر تتغلب على مسألة الاجهات وتوزيع معدل الوحدات البدنية لعدد من اللعبين خلال الفترة القادمة عشان يكون عند الجهزية قدر الامكان لعدد من اللعبين ودي الجهزية اللي كنت بتكلم فيها بالامس مع الكابتن علاء ميهوب قال ضغط المباريات مع تقليص عدد القيمة مع الاصابات الكتيرة ممكن توصل لمرحلة انك مش هتلاقي عدد قيمة تقدر تستكمل به 18 لعب بالظروف اللي احنا شايفينها لان للأسف التخطيط اللي بتعمل حتى من خلال اتحاد قرة القدم او الامور المعنية بدوري المحترفين في الفترة القادمة بتشوف عدد البطولات اللي بتشارك فيها الاندية المصرية بتحدد قوام القوائم الاندية المناسب لها بترحل عدد المباريات بشكل يكون فيه توازي بحيث ان اللعبة متعرضش ليه اصابات فكل عامل دي في الاخر بتساعد الاندية انها تلعب كورة جيدة بتشوف كورة مميزة بتساعد الاندية المصرية على اداء مباريات افريقية لعلى مستوى يتكون القائمة على وهوبة الاستعادات لكن في ظروف يعني للأسف بتبقى سلبية كتير جدا بتنعكس بشكل ده اللي احنا شايفينه فيه الملعب وبتتعرض لفرقة زي فرقة النادي القلب بتوصل لمرحلة من الانصابات الى ست سبع لاعبين وكل ما بترجع لاعب بتفقد لاعب في نفس التوقيت خبر اخر متعلق بقى بالنحية المتعلقة بتاريخ النادي الاهلي وتراص النادي الاهلي وفي خطوات جدة جدا بتتخذ في هذا الامر ناردة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الاهلي ورئيس اللجنة المشرفة على انشاء متحف الاهلي بداية عايز بس اشرح للناس قرار انشاء متحف الاهلي ده كان قرار اتخذ في مجلس الادارة السابق برئاسة كابتن محمود الخطيب لتفعيل هذا الدور وانشاء متحف للنادي الاهلي يحافظ على مورساته وتاريخه وبطولاته والكؤوس والميداليات التي احرزت في 111 سنة في تاريخ النادي الاهلي مش في كرة القدم في كرة القدم وكل الالعاب لكن لو بنتكلم على كرة القدم تحديدا النهاردة كانت زيارة مهمة جدا للمهندس محمد سراج الدين لتنفيذ الخطوات الفعلية لهذا المشروع المشروع ده بينتظر برها في كل مكان واندك لما بتسافر برها في اوروبا بتشوف ازاي الناس وهي دخل مثلا ملعب سنتياجو برنابيو في معقل نادي ريال مدريد او في كتالونيا نادي برشلونة وانت بتزور الملعب بتدفع تيكت على زيارة المتحف بتدخل المتحف بتشوف الكؤوس والميداليات والصور التسكرية وابرز النجوم اللي لعبوا في تاريخ النادي على مدار كل البطولات وعلى مدار السنين منذ انشاءه حتى اللحظة اللي بتبقى انت موجود فيها داخل المتحف بتبقى لحظات جميلة جدا وانت بتشوف تراث وتاريخ النادي اللي انت بتحبه واللي انت بتعشقه وبتحفظ تاريخه وده بيحافظ على مورسات النادي بشكل مهم جدا الزيارة النهاردة كانت جاية كمان في مكان مكان تاريخي انك بتفكر تعمل متحف النادي الالي داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة مهندس سراجي الدين النهاردة كان بصحبته دكتور حمدي سطوحي استشاري المتاحف مهندس احمد حسام عوض مقرر لجنة الشباب بالنادي قاموا بمعينة الموقع اللي هيتم انشاء المتحف فيه وتحديد الرؤى الخاصة بهذا المكان للعرض على مجلس الادارة ان شاء الله لالاجتماع القادم الايام الماضية شهدت اكثر من عرض يعني فيه شركات عالمية بتشتغل على هذا الملف وبتناقش معاك اللي ممكن يتعامل لتصور لشكل وتدشين متحف النادي الاهلي عشان يبقى على الطراز العالمي بما يتناسب مع قيمة ومكانة القلعة الحمراء وكيان النادي الاهلي بيتم المفضلة في الوقت الحالي بان تلقى العروض لاختيار الافضل في الرؤية المقدمة وايضا سابقة الاعمال والخبرة للشركات العايزة ممكن تنشئ متحف للنادي الاهلي في الفترة القادمة في شركات قدمت على فكرة وهي تولد انشاء متاحف لنادي ييريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين ونادي اسيميلان الايطالي قطوة مهمة جدا في الفترة القادمة واحنا بنتكلم فيه على صعيد ملفات كثيرة جدا لكن بالطبع بقى الملف اللي احنا محتاجين نشرحه للناس واحنا بنتكلم عن المرحلة الحالية عشان الجمهور يبقى عارف وانت بتفكر في التوقيت الحالي ايه الخريطة اللي قدامك او اللي حتسمح لك بايه او قانون بيسمح لك بايه وانا بتكلم في اللي جاي محتاج اعمل تسلسل زمني للاحداث السابقة منذ شهر ديسمبر الماضي باشراف الكابتن محمود الخطيب ورئيس لجنة الكورة وتشكيل لجنة الكورة وتحديد اختصاصات ومهام لعدد من الافراد في الفترة السابقة لكن في نقطة غيبة للجميع وبرضو كنت اصرطان برح مع الكابتن علامة يهوب وقال محتاجة تشرح يعني الكابتن علامة يهوب كان قال لي النقطة دي محتاجة تشرح للناس بشكل كويس جدا عشان الناس تبقى عارفة انت ليه جيت في الصيف معرفتش تجيب من خمسة لعشر لعيبة وانك محتاج تجيب صفقات كتيرة او انت مثلا في يناير الماضي ما جيتش ليه صفقات كتيرة او انت حتى داخل عناير القادم ايه المتاح بالنسبة لك عشان تبقى الناس عارفة المنظومة اللي انت بتشتغل فيها اللايحة بتسمح لك بايه والقانون بيسمح لك بايه واللي بيسمح ليك واللي ما بيسمحش ليك وبيسمح لغيرك حسب متطلبات المشاركات الافريقية او دورك انت في البطولات اللي انت بتشارك بيها في شهر يناير الماضي وانت بتبدأ مشوارك الافريقي والتوقيت كان جاي ديء جدا وانت بتبدأ المشوارك الافريقي قيد خمسة وعشرين لاعب في قائمة الاهلي الافريقية او ستة وعشرين لاعب بالأحق ستة وعشرين لاعب في قائمة الاهلي الافريقية في بداية الموسم فبالتالي كان عدد كبير جدا والحد الادنى حسب لوح الاتحاد الافريقي المفروض كانت تلاتة وعشرين لاعب لكن تقدر تأيد من 23 وممكن تقفل القائمة 30 في يناير اللايحة تسمح لك بدا بس الأفضل أنك تأيد 23 وعشان تدي فرصة لنفسك في يناير أنك تدي مساحة من العدد زي ما حصل المرات الآن لأيد 23 في أوائل شهر نوفمبر للبطولة الأفريقية القادمة لكن أيدت 26 لعب جيت في دون المجموعات قبل الانتقالات الصيفية أيدت باكماني اللاعب الجنوب الأفريقي فأصبح عندك 27 لعب في القائمة الأفريقية وانت الداخل لسه على الانتقالات الصيفية ومحتاج تجيب عدد كبير جدا من اللاعبين عشان تدعم صفوفك زي ما بيحصل في العديد من الأندلة الأفريقية والآله سبق لي في ملفات كثيرة